السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء نستمع بدورة قراءة التحرير الطبيعية واليوم نتكلم إن شاء الله على عنصر البوتاسيوم فإن شاء الله في هذا الفيديو رح نعرف شنه البوتاسيوم والنسبة الطبيعية وأسباب الارتفاع والنصفاض وأيضا أعراض مقصد بوتاسيوم ومصادر البوتاسيوم ومهل الفئات اللي يجب أنه يكونوا نحذرين عند التناول مصادر البوتاسيوم فأكيد إذا أنت رعت للمختبر وعملت تحليل أو دكتور طلب لك تحليل البوتاسيوم وتطلع النتجة إذا كانت أكبر أو صغر رح تعرف شنه الأسباب وشنه عليك اللي تسوي أو تكون علاقة المحيط بأسباب زادة والنقصة فبالبداية البوتاسيوم أنصر البوتاسيوم هو أحد شوارد الجسم وهو من المعادلة التي تحمل الشحنة الكهربائية عندما تنحل في سوال الجسم مثل الدم ويعد وجود البوتاسيوم ضروريا لعمل الخلايا والعضلات والعصاب بشكل صحيح طبعا يعمل البوتاسيوم مع السوديوم يعني هم يشترون بحلقة مفرغة البوتاسيوم والسوديوم يعملان معا بحيث أنه يحافظون على توازن السوال في الجسم وعلى نقله لأومر العصبية وعلى تقلص العضلات والحفاظ على سلامة نوضات القلب لهذا عندما يرتفع السوديوم ويقول البوتاسيوم رح تلاحظ ارتفاع ضغط الدم من أهم فوائد البوتاسيوم مسؤولة عن الحركة الدودية للأمعة وبالتالي يكون مهم جدا في حالة المساك أمر مهدئ للعصاب ضروري لعمل عضلة القلب أو بالتحديد عضاء كهرباء القلب مهم لتوليد الطاقة بالجسم بمعنى الـ ATP مولدات الطاقة يساهم في إنتاج الحمض النووي والبروتينات يرتبط مع المغنيسيوم بتهدئة الجسم وشعور بالراحة وإعطاء القدرة للعضلات من أجل الاسترخاء وعدم التشنج سبعة هو من يعطي الإشارة للمعدة لإفراز الحمض مالتها وكذلك يعطي أمر لمادة الصفراء للنزول من المرارة للأمعان المشاركة في عملة الهضم وأيضا تأسير حركة الأمعان ثمانية مفيدة لتكبير العضلات عند الرياضين رياضي كمهل الأجسام ويساعدها على العمل تسعى يحافظ على الضغط الطبيعي للدم حيث يعمل كم منظم عشرة يقي من مرض السكر عنده حيث يساعد البوتاسيوم على تقليل الإنسوليم وأيضا رقم 11 يساعد في نقل المغذيات إلى الخلية يحافظ على صحة الكابد والكلة والقلب ويقي من حصر الكلا وأيضا يقي من السكتات الدماغية ونقترق 15 يحاربها شاشة العضام طبعا هذه أهم وضائف البوتاسيوم أكيد بعد أكثر الله أعلم ملاحظة مهمة أن البوتاسيوم يكثر داخل الخلية نفسها لذلك أنه نجد نسبته منخفضة مقارنة بالسوليوم إن شاء الله تحسب هذا الفيديو تعرفنا على أهم فواد البوتاسيوم في الفيديو القادم نحن نتعرف على النسبة الطبيعية وأسباب الارتفاع والانخفاض